دكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم طلع علينا بتصريحات جميلة الحقيقة بتبشر بكل خير بيقول ان احنا بنعمل على اخراج جيل يحترم الخلاف نشوف مع بعض كده تصريحات الوزير رضا حجازي القايرة 24 يعني مبروزة كده القصة وفاة طالبة بسبب التنمر وزير التعليم نعمل على اخراج جيل يحترم الخلاف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بيقول ان الوزارة بتعمل على اخراج جيل مستنير قابل للتعددية بيحترم الخلاف بيعتز بوطنه يحافظ على مصالحه العليا بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية الثقافية المصرية مش عارف ايه ان بناء الانسان المصري هو الهدف اللي بناس عائليه من خلال تخريج الكوادر المدربة كلام جميل اوي الحقيقة الوزير بيقوله لكن الوزير الحقيقة طالع بيقول الكلام ده بعد 24 ساعة او 48 ساعة من واقع كانت مؤلمة جدا تصريحات الوزير جاية بعد يوم واحد من وفاة الطالبة رؤدينة اسامة طالبة بالصف الاول السنوي عمرها 16 سنة تعرضت لازمة قلبية ليه بقى عقب تعرضها للتنمر من قبل زميلاتها في المدرسة الشهود قالوا انه الطالبات اللي معاها كانوا بيقولولها انتي مش من مستوانا عشان تلعبي معانا انت شكلك وحش انت ازاي مستحملة شكلك الفكرة هنا في ايه الفكرة هنا ان انا بطلع جيل جديد وقادر على تقبل الخلاف والكلام ده كله لكن الاحصائيات بتقول وفقا ليه اليونسيف انه 70% من الاطفال في مصر ما بين 13 و 15 سنة بيتعرضوا للتنمر هنا هقف شوية عند فكرة الاخصائي الاجتماعي اللي موجود في المدرسة الاخصائي الاجتماعي شغلانة المفروض انها موجودة عشان الحالات اللي زي دي عشان لما ابنك يتعرض للتنمر تروح تشتكي للاخصائي الاجتماعي فالاخصائي الاجتماعي ده يدرس الحالة يحقق فيها يعمل اقوبات ممكن انذار بالفصل ممكن استدعاء وليه امر للطلبة بيجيب الطلبة يتكلم معهم ان الوقع دي لو حصلت لن يتم التهاون فيها الكلام ده بيحصل في مدارس في بلدان محترمة في بلدان فيها قانون لما ابنك بيجي لك يشتكي من حالة التنمر وهنا مش هقول بلد بعينها لكن في بلدان فيها قانون وفيها نظام تعليمي حقيقي وفيها مؤسسة تعليمية او وزارة التربية والتعليم او مسؤولين عن قطاع التعليم مش بيطلع يقولوا اي تصريحات او اي كلام ان احنا هنخرج جيل جديد وهنعمل مش عارفه زي ما رضح جازي بيهجس وبيقول لا ده فيه سيستم حقيقي الولد الطفل منه هو في المدرسة الابتدائي هو عارف كويس ان التنمر او البوليينج دي حاجة مش مسموح بيها ده خطة احمر لو تعرض في اي لحظة لترياءه على لونه على شكله على شعره على لبسه على طريقة نطقه على اي مشكلة على اي حاجة الزميله بيحاولوا ان هم يتنمروا عليه بيها ايه اللي بيحصل اولا ان هو الولد بيشتكي لابوه تمام لكن في المدرسة هيتفتح تحقيق في القصة وانت كولية امر هتعرف نتيجة التحقيق والمدرسة هتتصل بيك الاخصائي الاجتماعي اللي في المدرسة او مديرة الصف يعني لو هو مثلا في تالتة ولا في رابعة فمديرة سنة تالتة ولا في سنة رابعة لازم هتجيب العيال دول تحقق معاهم ولازم هتجيب مدرسة الفصل تسألها ايه اللي بيحصل القصة دي حصلت قدامك ولا ما حصلتش ولازم تحسس الولد اللي تعرض للتنمر انها جابت له حقه وتقول له ان احنا حذرناهم بالفصل ولو الموضوع ده تكرر تعالي لي تاني طيب البنت اللي الله يرحمها رودينا اسامة لما راحت ليه الاخصائي الاجتماعي او الاخصائية الاجتماعية تقارير صحفية بتقول ان هما ما عملوش ايه حاجة ان البنت اشتكت اكتر من مرة وما حدش اتحرك فبس معلش يا دكتور رضح جازي وزير التعليم انت كنت قامس اقول عن التسريبات اللي امتحانات قبل كده فمش عارف انت في مكانك ده بصفتك ايه بس لما تطلعت الديني تصريح زي ده اخراج جيلي يحترم الخلاف بعد 24 ساعة من وفاة بنت بالتنمر وانت اصلا الادارة بتاعتك والمدرسين بتوعك والاخصائيين الاجتماعيين وادارة المدرسة ما سمعتش الشكوى بتاعت البنت فالحياة دي حاجة مستفزة جدا يعني دي حاجة تنرفز اي اب عنده اولاد في سن رودينا او اصغر او اكبر يعني دي حاجة بصراحة تخلي الواحد دمه يفور يعني يعني انت طلعت تمتعنا بتصريح زي ده هجيلي يحترم الخلاف طيب تمام هو الخلاف ده مش مما ظهره السخرية مش مما ظهره التنمر طيب انت عندك وقعة موجودة بتقول ان في بنت ماتت بسكتة قلبية ولا بازمة قلبية نتيجة التنمر انت حسبت المدرسين حسبت ادارة المدرسة حسبت الاخصاء الاجتماعي حسبت اي حد البنات اللي تنمروا عليها انتوا جبتوا استدعاءوا اولياء امور واتكلمتوا معاهم وحققتوا في الواقعة ولا هي حاجة هتمشي زي اي حاجة في البلد طالما ردينا قسامة ده مش بنت ناس مهمين في البلد وما يعني ما نعرفش هي بنت مين في البلد وبالتالي خلاص مفيش حاجة هتحصل فبس يعني همسة كده في اذن السيد وزير التربية والتعليم الرضا حجازي لو سمحت حضرتك بطل استفزاز وبطل تطلع يعني تقول لنا تصريحات زي دي ياردت نقطنا بسكاتك وتروح تحل الازمة اللي اودت بحياة طفلة عندها 16 سنة